اشتركوا في القناة هل سبق وانتم استبعادك او ترحيلك من الولايات المتحدة الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل ان يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات بما ان جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد اجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالآتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد اجنبي from a country من بلد ما ننتقل الى السؤال الرابع والثلاثون هل سبق وانتم نفيك من الولايات المتحدة الامريكية الجواب التأكيد يكون no واذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded or deported نجيب كما اجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country من بلد ما السؤال رقم ثلاثة وثلاثون هل سبق وانتم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل ان يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات what does removed mean what does excluded mean what does deported mean بما ان جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد اجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالاتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد اجنبي from a country من بلد ما ننتقل الى السؤال الرابع والثلاثون هل سبق وانتم نفيك من الولايات المتحدة الامريكية have you ever been ordered removed excluded or deported from the united states الجواب التأكيد يكون no واذا سأل عن معاني الكلمات removed excluded or deported نجيب كما اجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country expel expel a foreigner طرد اجنبي from a country من بلد ما السؤال رقم ثلاثة وثلاثون have you ever been removed excluded or deported from the united states have you ever been removed excluded or deported from the united states هل سبق وانتم استبعادك او ترحيلك من الولايات المتحدة الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل ان اسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات what does removed mean what does excluded mean what does deported mean بما ان جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد اجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالاتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد اجنبي from a country من بلد ما ننتقل الى السؤال الرابع والثلاثون هل سبق وانتم نفيك من الولايات المتحدة الامريكية هل سبق وانتم نفيك من الولايات المتحدة الامريكية واذا سأل عن معاني الكلمات removed excluded or deported نجيب كما اجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد اجنبي from a country من بلد ما السؤال رقم ثلاثة وثلاثون have you ever been removed excluded or deported from the united states have you ever been removed excluded or deported from the united states هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات what does removed mean what does excluded mean what does deported mean بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالآتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما ننتقل إلى السؤال الرابع والثلاثون have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ الجواب التأكيد يكون no وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported نجيب كما أجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما السؤال الرابع والثلاثون have you ever been removed, excluded, or deported from the United States؟ have you ever been removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالآتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما ننتقل إلى السؤال الرابع والثلاثون have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ الجواب التأكيد يكون no وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported نجيب كما أجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما السؤال الرقم ثلاثة وثلاثون have you ever been removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات what does removed mean what does excluded mean what does deported mean بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالآتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما ننتقل إلى السؤال الرابع والثلاثون have you ever been ordered, removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ have you ever been ordered, removed, excluded, or deported from the United States؟ الجواب التأكيد يكون no وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported نجيب كما أجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما السؤال رقم ثلاثة وثلاثون have you ever been removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات what does removed mean؟ what does excluded mean؟ what does deported mean؟ بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالآتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما ننتقل إلى السؤال الرابع والثلاثون have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ الجواب التأكيد يكون no وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported نجيب كما أجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما السؤال الرابع والثلاثون have you ever been removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات what does removed mean؟ what does excluded mean؟ what does deported mean؟ بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالآتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما ننتقل إلى السؤال الرابع والثلاثون have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ الجواب التأكيد يكون no وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported نجيب كما أجبنا في السؤال السابق expel a foreigner expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما السؤال الرابع والثلاثون have you ever been removed, excluded, or deported from the United States؟ have you ever been removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات what does removed mean what does excluded mean what does deported mean بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالآتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما ننتقل إلى السؤال الرابع والثلاثون have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ الجواب التأكيد يكون no وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported نجيب كما أجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما السؤال رقم ثلاثة وثلاثون have you ever been removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم استبعادك أو ترحيلك من الولايات المتحدة؟ الجواب هنا يكون no كلا ومن المحتمل أن يسأل الضابط عن معاني هذه الكلمات what does removed mean؟ what does excluded mean؟ what does deported mean؟ بما أن جميع معاني هذه الكلمات تعني طرد أجنبي من بلد ما فيكون الجواب كالآتي expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما ننتقل إلى السؤال الرابع والثلاثون have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ هل سبق وإن تم نفيك من الولايات المتحدة الأمريكية؟ have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States؟ الجواب التأكيد يكون no وإذا سأل عن معاني الكلمات removed, excluded, or deported نجيب كما أجبنا في السؤال السابق expel a foreigner from a country expel a foreigner طرد أجنبي from a country من بلد ما . طرد أجنبي شكرا